ورجعنا بعد الفصل ويا دكتور زي ما شاري قالت هنتكلم بقى في الفقرة دي عن العلاقات العطفية لان الحقيقة ان فيه ستات كتير قوي بيخشوا في علاقات عطفية موسيقى جدا يعني فيها كتير من الاهانة وفيها كتير من الزل وفيها كتير من القلم والجرح ومع ذلك تقولك بحبه جدا ما قدرش اتخيل الحياة من غيره يبقى يمكن بيهين وبيشتم وبيمد ايده وكل حاجة تقولك بس ما بيبقى حنين وحلو بيبقى أحلى حاجة في الدنيا ايه ده التركيبة انا عندي اسئلة كتير طبعا بس هل تركيبة الست دي عندها مشاكل نفسية معينة ان هي بتستمتع بانها تتعذب ده اقول شؤال كمان السؤال اللي انا يعني هرد على السؤال بسؤال احنا محتاجين ايه من العلاقات اللي بندخل فيها علاقات الامومة انا واولادي امان بالضبط علاقتي انا وشركتي او الزكتي علاقتي انا وحبيبي العلاقات دي محتاجين استقرار محتاجين حد احساس بالامان حنان محتاجين حد شبهنا بيلبيننا احتياجات انجح اشكال العلاقات اللي بتقال عليها الوين وين سيتيويشن العلاقة رايح جاية الان كسبانين الان كسبانين انا مبسوط ان انت بابايا بتدني احساس بالامان بتحليلي مشاكلي بتتصدرلي بحس ان فيه ظهر ورايا بتسندله وانا مبسوط ان انت ولدي بتكبر قدامي بتعزز احساس الابوة جواي تمام المشكلة دي لها علاقة بالنشأة والتربية في سنه صغيرة جدا جدا دلوقتي بيتكلموا على ست سنين دي السن الاساسية في تكوين اطفالنا واللي محتاجة نكون موجودين وسط اطفالنا فيه طيب هي ليه بتكمل في العلاقة المؤزية دي ليه بتخشها من الاول يمكن تبقى شايفة من الاول كمان علامات وسائنس بس ليه بتنجذب جدا للشخصية دي ساحرة بالنسبة لها اول ليه واحد ان فيه احتياجات غير مشبعة من الاسرة هي خارجة من الاسرة احتياجاتها غير مشبعة فيها ممكن تتعرض لام نرجسية ام نرجسية دائمة تنقض ودائمة بتركب على الكلام وعليها عميل ونفزي مش بتشوف اهتماماتها ولا احتياجاتها طبيعي جدا واحدة خارجة من الاسرة دي تدور على اي علاقة لان الشخصية شخصية البنت اللي هتخرج من ام نرجسية هتخرج شخصية منسحقة ضعيفة التكوين النفسي شخصية هشة الشخصية الهشة دي حتى انتم اوي مع مين الشخصية النرجسية التانية او المتسلطة او الشخص السايكوبادي او الشخص انتعودت على شكل العلاقة ده بالزبط عشان كده ده اللي فعلا يعني حتى في وحنا بنحضر الحلقة بيقولك انه الشخصية دي اه مرتبطة او مرت في حياتها بام او بجرح او بعقدة معرفش يعني اذا نسميها ايه اسمه جرح الام اللي هي الام اللي كانت فيه هناك علاقة مضطربة بينها وبين امها من الصغر الام اللي نرجسية الام اللي فيه دايما العلاقة مشروطة مع بنتها بالتالي صار فيه بتخلي البنتي تحس انها بتبزي المجهود علشان حد يرضى عنها او حد يحبها ومن هنا يمكن بتحصل ده بالزبط ده اللي بيحصل احتياجات غير مشبعة من الاسرة حلب الاحتياجات من برة من اي حد يعرضها علي بأي شكل وانا وحظي بقى لكن اداة رحى انتم مع الشخص ده اللي كمان بيماثل صورة الاب او صورة الام اللي انا اتعرضت للاضطراب على اديهم غريبة جدا ان انا روح لنفس الشكل المؤلم بالزبط وده في الغالب اللي يحصل مع العلاقات دي وده اللي بنشوف كتير مع البنات اللي بالشكل ده اللي بيحصلة لنفس الشكل المؤلمة